اشتركوا في القناة ديال الشابات والشباب اللي بغينا ندمجوهم في هذه الثلاث سنوات المقبلة 50 الف عدد كبير جدا ولكن بغينا نوصلو له عبر واحد العامل بالناء وعبر واحد المستوى كبير ديال التقطير هذا شي فيه التكوين فيه الدعم وفيه كذلك واحد المنح لخلق المقاولات وريادة الأعمال وبطبيعة الحال هاد شي كي يدار مع الجهة كمؤسسة قائمة الدات الموضوع الثاني اللي درنا هذا النهار هو أننا وقعنا على واحد اتفاق عملي يعني كما تقولون الدارجة ديال بالصح من أجل خلق ألف منصب شغلي في هذه الثلاث سنين مع واحد المقاولة الاسمي تاسيجولا في المجال ديال صناعة السيارات واللي كي يجي كتامرة الواحد المجهود كبير دارتوا الجهة ديال سوسماسا مع الوزارة ومع الوكالة الوطنية اللي نعاش تشغيل الكفاءات باش نعطيه لهذا الناس ما يسمى واحد لابخيم ألان بلوا واحد المنحة لنأجل تحفيز على التشغيل ولكن اللي مزيان في هذا الشي هو أن هذا الألف ديال منصب شغل ماشي هذه مناصب شغل قارة حسب ما هو متعارف عليه في المنظمة العالمية للشغل بمعنى أنه كما تقولون الدوري عند التغمينة في الغالبية ديالهم والتي سوف يستفيدون منها بطبيعة الحل المواطنات والمواطنين وأغلبهم سيكونوا من هذا الجهة ديال إذن هذا الدينامية اللي درنا اليوم من خلال هذا البرنامجي وهذه الاتفاقية اللي وقعناه واللي هي عملية ماشي زع ماشي حاجة غادي تكون من بعد كتعني يعني أنه وصلنا في هذه الحكومة ديالسيدنا اللي ينصروا الواحد المستوى ديال الفعالية وديال النج باش تنقربوا المواطنات والمواطنين وكي نهتموا بهم فين هما كينين فين هما كينين ونتمنوا من الله إن شاء الله أننا نتوفقوا وأننا نزيدوا من هذه المبادرات بنسبة لشباب آخر باش نقدروا نوفروا العمل اللائق اللي هو أهم حاجة بالنسبة لأي شاب أو أي شاب في مقتبل العمر بالخصوص في المناطق ديالنا كل عثونا كانت قروية أو حذرية